على فكرة ترتيب المجموعة الاهلي في الصدارة بتسع نقاط يانج افريكانز خمس نقاط شباب بلوزداد خمس نقاط المباراتين مع بعض يلعبوا النهاردة الساعة ستة لو حصل تعادل هنتظر للجولة الاخيرة لان ستة ستة والاهلي تسعة لقدر الله الجولة الاخيرة والاهلي خسر ساعتها وبلوزداد كسب ميديامة في الجزائر هيبقى تلت فرق تسع نقاط لازم نحط كل الاحتمالات امام حضراتكم عشان نقول لحضراتكم من الاهلي وضع قادما في الدور ربع النهائي ولكن لسه ما نقدرش نحسم ده إلا من نتيجة مبارات بلوزداد ويانجا افريكان تخلص النهاردة في حال فوز اي من الفريقين اي فريق اكسب التاني هيصل لتمن نقاط نقدر نقول بنسبة كبيرة خلاص مع النادي الاهلي وصل الى الدور ربع النهائي لان حتى الفريق اللي هيخسر وعنده خمس نقاط بقيله جولة اخيرة لو كسب هيبقى تمن نقاط الاهلي خلاص تسعة فالاهلي هيكون عد ولكن لو حصلت عادل هنستنى الجولة الاخيرة لان لقدر الله لو في نتائج عكسية او سلبية ساعتها تلت فرق تسعة نقاط ونقدر نبص بقى على المواجهات المباشرة انت كسبتني فين وانا كسبتك كام وكل واحد كسب التاني يقدي ايه وبالتالي هتخش بقى في لعبة لغاريتمات نتمنى يا رب بإذن لما تحصلش النهاردة فريق يكسب التاني تخلص المسألة ويكون الاهلي بإذن الله قبل الجولة الاخيرة متأهل الى الدور ربع النهائي اللي مش بعيد على فكرة الدور ربع النهائي احد ايام تلاتين او واحد وتلاتين مارس لو الاهلي اول هتكون هذه المباراة خارج القاهرة لو الاهلي تاني هيكون هذا اللقاء في القاهرة في هذا التوقيت ثم مرحلة الاياب في الدور ربع النهائي يوم ستة او سبعة ابريل طيب دي التفاصيل المتعلقة بترتيب المجموعة المجموعة التانية نتائجها غريبة يعني عايز اقول لكم المجموعة التانية نتائجها غريبة يوم الاهلي بيطلع تاني على طول بيصطدم ياما بسانداونز ياما بالترجي ياما بالوداد ياما بالرجاء المرة دي لما نطلع اول هنروحنا الصدم بقى بفرق ممكن كلها بيلاعبها لو احنا تاني وهما بيبقوا اول لكن المرة دي شكلهم عايزين يبقوا تاني يعني ممكن بعد النهاردة فوز مازمبي على بيرامدز مازمبي الاول لو سانداونز يتعادل النهاردة معنا وزيبور مطلع هيتلاعب الساعة ستة وفي الجولة الاخيرة مقدرش يكسب مازمبي ممكن سانداونز يطلع تاني فيبقى في سكة الاهلي نفس الامر الترجي احنا بنتكلم ان خلاص بيترو اتلتكو الانجولي بنسبة كبيرة يعني ضمن المركز الاول هنستنى مطلع النهاردة بين الترجي والنجم لو حصل تعادل بيترو اتلتكو الاول لو حصل تعادل بيترو اتلتكو الاول وبالتالي يبقى الاهلي ينتظر يا الترجي يا النجم يا الهلال تخيلوا بقى بصوا احنا طلعين ممكن نطلع اول يعني نروح لسانداونز ياما نروح للترجي او النجم او الهلال نفس الامر في المجموعة اللي فيها سيمبا عفوا والوداد الكل كان بيتوقع ان الوداد هتصدر المجموعة الى ان تصدر اسك ميموزة المجموعة وتأكدت صدرته وتأهله بنسبة 100% كاول لهذه المجموعة تيجي تبص على ترتيب باقي الفرق في المجموعة هتلاقي ان سيمبا ست نقاط الوداد ست نقاط الجولة الاخيرة الوداد هتصدف اسك ميموزة في المغرب حتى لو الوداد تكسب عيبقى تسع نقاط مستني يشوف نديجة سيمبا لان سيمبا عنده المباراة الاخيرة على ارضه مع جالاكس البيتسواني اللي خرج بنسبة كبيرة يعني مش هيتأهل للدور اللي جاي سيمبا لو كسب واحد سفر تأهل يبقى بالتالي هنا ممكن سيمبا يكون في المركز التاني لو سيمبا تعثر على ارضه امام يوان جالاكسي والوداد كسب هتلاقي الوداد في المركز التاني فانت كده الاهل ممكن يتصدر يروح في المركز التاني يلاعب بين بقى ياما سانداونز ياما يعني من بعيد ممكن يحصل ويقابل الوداد ياما ممكن يقابل الترجع او النجمة او الهلال يعني يوم ما نطلع اول وان شاء الله باذن الله هتلاقي ترتيب الفرق في المجموعات التانية في المركز التاني مواجهات كنا دايما باللعبهم لما بكون احنا تاني وكانت الناس تقولك يا عم اطلع اول وابعد عن المنافسات دي بتبقى مشوارك صعب من اول دور التمانية هي الظروف بقى واضح ان هي هتودينا النفس السكة دي اللي بتحصل زي السنين اللي فاتت لكن عموما اللي عايز يكسب البطولة يواجه اي حد ويلعب مع اي حد السنة اللي فاتت لعبنا الرجاء في دور التمانية لعبنا التراجي في سيمي فاينال لعبنا الودات في الفاينال مباريات قمة لكن العايز يكسب اللقب بيواجه اي حد نتمنى بإذن الله يكون مشوار الاهل موفق في هذه الرحلة ان شاء الله ده كان كل الكلام المتعلق بالبطولة الافريقية ونتيجة مباراة الاهلي وميديامة الغاني وترتيب المجموعة في الفترة اللي جاية يسير ابراهيم تحديدا لان انا عارف الناس كلها الآن على موقف المصابين دي انجي لسه شوية عليه الشنة وبعيد الفترة دي هنبدأ بقى نتابع خلال عبدالفتاح قدام وقد ايه كريستو و احمد نبيل كوكا دخلوا في التدريبات الفترة الاخيرة محمود قهربا ما سافرش مع الفريق هنشوف موقفه من المشاركة في المباريات الرسمية هيبان بقى في الفترة اللي جاية كولر هيبدأ يعمل روتيشن في مباريات الدوري ولا ممكن قهربا يكون ترتيبه في الرؤوس الحربة بعد موديست ووسام بوعالي اللي مدي كده يعني يعني اقول ايه وسام مدي روتوش بسيطة كده انها هيبقى مستقبل كويس جدا في مركز رأس الحربة ان شاء الله نتمنى التوفيق للمهاجم الفلسطيني ده الجانب المتعلق بي الكرة الافريقية وموقف الاهلي الفترة اللي جاية فاصل وبعد الفاصل نبدأ نرجع نتكلم على الدوري العام وجدول الدوري والمحطات اللي هيلقع فيها الاهلي الفترة اللي جاية هل في راحة هل مباريات متتالية جدول الدوري مستمر لشهر سبعة ولا تمانية والموقف هيبقى ايه كل ده ولكن بعد الفاصل